اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مجموعة من القوة سواء قوتين او اكثر القوة دي بتؤدي الى ان الجسم ده او النقطة المادية دي بيحدث فيها حركة او انتقال من مكان لمكان او من جهة لاخرى مجموعة القوة اللي بتأثر عندي ديت لو انا شلتها وحطيت قوة واحدة بتؤدي نفس العمل او نفس التأثير دي بقول عليها المحصلة المحصلة هي القوة التي تعمل عمل قوتين او اكثر وقلنا ان كان عندي مجموعة من القوانين بالنسبة لي المحصلة عندي محصلة قوتين ومحصلة عدة قوة محصلة قوتين عندي القانون العام المستخدم في ايجاد محصلة قوتين اللي هو قلنا ان نحاق بتساوي الجاز التربيعي قف واحد تربيعي زائد قف اتنين تربيعي زائد اتنين قف واحد قف اتنين جتيت ده بالنسبة لي القانون العام وقلت ان انا عندي اربع حالات خاصة بالنسبة لي المحصلة الحالة الاولى ازا كان القوة المتعمدتين في الحالة دي بقول ان المحصلة بتساوي الجاز التربيعي قف واحد تربيعي زائد قف اتنين تربيع وقلت إن الحالة التانية بالنسبة للحالات القاصة كانت عندي لو القواتين متسويتين بقول إن الاثنين قاف المحصلة بتساوي اثنين قاف جتيه على اثنين وقلت إن لو كان عندي قواتين القواتين بيعملان في خط مستقيم واحد والاثنين في نفس الاتجاه يبقى محصلة القواتين بتساوي مجموع القواتين وقلت برضو إن أنا عندي حالة كمان لو أنا عندي الحالة الرابعة لو أنا عندي قواتين بيعملان في نفس المستوى على استقامة واحدة ولكن كل قوة بتؤثر في اتجاه عكس الأخرى قلت إن المحصلة هنا بتساوي الفرق بين القواتين وطبعاً بيكون اتجاه القوة الأكبر هو اللي بياخد المسافة بتاعتي أو بياخد تأثير المحصلة بالنسبة لي محصل القواتين في اتجاهين متضدين طيب إحنا خدنا الجزئية دي وخلصناها وخدنا أمثلة عليها النهاردة هنستكمل جزئية المحصلة اللي هي محصلة عدة قوة مستوى ومطلقية في نقطة وقلت برضو إن أنا عندي المحصلة ليها طريقتين للحال الطريقة البيانية والطريقة الجبرية هنشوف دلوقتي محصلة عدة قوة بالنسبة لي الطريقة البيانية وطريقة الجبرية وبعد ما هنخلص المحصلة هنستكمل جزئية بتاعتنا النهاردة اللي هي العزوم نشوف كده بالنسبة لي محصلة عدة قوة مستوية ومطلقية في نقطة لو أنا عندي أولا طبعا هنشوف بيانيا لو أنا عندي مثال زي اللي احنا شايفين دلوقتي يقول لي مين نقطة مادية تؤثر فيها القوة المستوية عشرة وخمسة وسبعة واثناشر وخمستاشر سوق لكيلو جرام يعني معنى كده إن أنا عندي نقطة مادية بيأثر فيها خمس قوة مستوية طبعا كل قوة لها مقدار مختلف عن الآخر زي ما احنا شايفين عشرة وخمسة وسبعة واثناشر وخمستاشر فيه اتجاهات مختلفة عند القوة الأولى بتاخد اتجاه الشرق القوة الثانية بتاخد زاوية 30 غرب الشمال القوة الثالثة بتاخد 60 جنوب الغرب القوة الرابعة في اتجاه الجنوب القوة الخمسة بتاخد زاوية 30 في اتجاه شرق الجنوب على الترتيب المطلوب طبعا اوجد مقدار واتجاه المحصلة على هذه القوة بيانيا وجبريا طيب احنا هنشوف طبعا بالنسبة للمثال ده هنشوف البياني اما يبقى عندي مجموعة من القوة بتؤثر في نقطة اول حاجة ابتدي اعملها في الحل بالنسبة لمحصلة عدة قوة ان انا امثل الاتجاهات الاصلية اللي موجودة عندي بمحورين محور رأسي ومحور وفقي هبتدي اقول ان انا عندي اتجاه الشرق اتجاه الغرب اتجاه الشمال اتجاه الجنوب لما يبقى موجودة عندي الاتجاهات الاصلية ديت اقدر بعد كده احدد كل قوة مكانها فين بالنسبة للاتجاهات اللي موجودة عندي زي ما هشوف كده القوة الاولى كانت في اتجاه الشرق مقدارها اللي هي قف واحد القوة التانية قف اتنين القوة التالتة قف تلاتة القوة الرابعة اتجاه الجنوب قف اربعة القوة الخامسة اتجاه تلاتين جنوب الشرق دي مجموعة القوة انا قدرت ان انا دلوقتي امثلها على الاتجاهات الاصلية بالنسبة للاتجاهات الاصلية عندي وحددت مكان كل قوة موجود فين بالنسبة للمتجاهات الاصلية ابتدي بعد كده طبعا انا عندي القوة اللي موجودة عندي القوة قف واحد زي ما احنا عارفين مقدارها عشرة ابتدي ااخد القوة في نفس الاتجاه اللي موجود عندي ابتدي ارسم خط يمثل القوة مقدارا واتجاها يعني لو انا بسط للقوة قف واحد هبصة لاقي ان هي في اتجاه الشرق ابتدي ارسم خط مستقيم في اتجاه الشرق بنفس القيمة بتاعة القوة اللي موجودة عندي عشرة سوق لكيلو جرام يبقى عشرة سنتي ابتدي ارسم عشرة سنتي هنا لو انا عايز اعمل مقياس رسم طبعا بابتدي اعمل مقياس رسمي لو الاطوال عندي اكبر من الحيز اللي انا برسم فيه يبقى انا همثل القوة قف واحد باتجاه بخط مستقيم في نفس الاتجاه وابتدي اعمل سهمي ومثل الاتجاه بتاعي امثلت القوة مقدارا بنفس القيمة وفي نفس الوقت مثلتها اتجاها بالسهم اللي موجود عندي ابتدي بعد كده اقوليني دي قف واحد اجي بعد كده لقف اتنين قف اتنين هنا بتميل بزاوية تلاتين على اتجاه الشمال الغربي او بتميل بزاوية ستين في الاتجاه الثاني ابتدي اخد القوة اتنين بنفس القيمة بتاعتها وابتدي ارسمها بخط امثلها بخط يميل بنفس الزاوية يعني خطه موازي لنفس القوة التانية وايس على الخط ده مقدار القوة اللي موجودة عندي بالنسبة القف اتنين ابتدي بعد كده اخد القوة قف تلاتة اخد موازي لها بنفس الاتجاه واشوف مقدارها الده وابتدي اقيس مقدار القوة هنا بالمقاس اللي موجودة عندي او بمقياس الرسم اللي انا هستخدمه بعد كده عندي القوة قف اربعة امثلها بنفس المقدار وفي نفس الاتجاه هي في اتجاه الجنوب هلاقي هنا ان القوة الممثلة او الخط الممثل لها في اتجاه الجنوب عندي بعد كده قف خمسة ابتدي اخد قف خمسة موازية للقوة قف خمسة اللي موجودة عندي على الشكل المحاور اللي انا رسمتها في الاول يبقى بنفس الاتجاه وبنفس القيمة اللي مدهاني في المثال اقيس عندي هنا القيمة بتاعة القوة طيب انا لما رسمت هنا المجموعة القوة ادتني شكل مضلع غير مغلق يعني مضلع مفتوح البداية والنهاية يعني عندي بداية القوة الاولى ونهاية القوة الاخيرة اللي هي القوة الخمسة اللي اتنين مش منطبقين على بعض وبالتالي هنا المضلع مضلع مفتوح طيب المضلع المفتوح ده ده يعتبر شرط من شروط اتزان القوة لو المضلع ده مقفول يبقى القوة هنا فيها مفيش اتزان بالنسبة ليها طيب اقدر اقول المحصلة فين هنا بالنسبة للشكل الجديد اللي انا رسمته لما اجي اخد خط من نقطة من بداية القوة الاولى لنهاية القوة الاخيرة اقدر اقول ان هو ده المحصلة يعني بوصل بداية القوة الاولى بنهاية القوة الاخيرة عشان اقول ان ده عندي المحصلة بتاعة الخمس قوة اللي موجودين عندي بمعنى ان انا لو شلت الخمس قوة دول وحطيت الخط بتاع المحصلة ده بتأثير الاتجاه والمقدار يعني مقداره اللي هو اياس الخط نفسه مقاس الخط نفسه ده المقدار والاتجاه اللي هو اتجاه السهم اللي موجود عندي بالنسبة ليه الخط الابيض ده يبقى انا كده اقدر احل محل الخمس قوة ديت بقوة واحدة اللي هي المحصلة اللي موجودة عندي اللي هي بالخط الابيض ده لو انا شلت الخمس قوة ويسبت المحصلة اقدر اقول ان المحصلة دي هتعمل نفس التأثير اللي هيأثر على النقطة المادية اللي الخمس قوة خارجة منها بمعنى ان انا عندي النقطة المادية اللي هي نقطة التقاء الخمس قوة دي هتبقى موجودة هنا وهتسير في نفس الاتجاه اللي الخمس قوة هتاخد فيه الايه نقطة القوة اللي هي نقطة المجسم او النقطة المادية اللي موجودة عندي ده كده يعتبر التمثيل البياني بالنسبة لمجموعة قوة مستوية ومطلقية في نقطة يبقى انا عندي لما يجيلي مجموعة من القوة مستوية ومطلقية في نقطة عشان اقدر اوجد المحصلة بتاعتهم لازم ارسم اول حاجة المحورين الاساسيين اللي هو المحور الرأسي والمحور الافتلي وابتدي احدد الاتجاهات الاصلية بتاعتي زي ما احنا شايفين الشرق والغرب والشمال والجنوب وابتدي بعد كده احدد كل قوة من القوة اللي موجودة عندي مقدارا واتجاها على الخط يعني احدد الخط اللي بيمثل القوة اللي موجودة عندي في مكانه وبزاوية الميل اللي هو بيدهاني ما بين المتجهات او الاتجاهات الاصلية وبعد كده اخد الخطوط دي او القوة دي وارسمها بخطوط مماثلة بتوازيها وفي نفس الوقت بتساوي مقدار القوة وبعد كده بوصل في الاخر نهاية القوة بداية القوة الاولى مع نهاية القوة الاخيرة يبقى هو ده المحصلة هي دي المحصلة اللي موجودة عندي او اللي انا بستنتجها من خلال الحل البياني نشوف بعد كده ثانيا الحل الجابري الحل الجابري ما بيختلفش كتير عن الحل الباني في البداية ان انا اول حاجة بعملها لو عندي مجموعة من القوة اقدر امثل القوة برضو على المحورين الاساسيين ما بين المتجهات الاصلية او الاتجاهات الاصلية الشرق والغرب والشمال والجنوب اقدر امثل القوة الاول وبعد كده اقدر احل الحل الجابري بتاعي حسابيا سيما احنا هنشوف دلوقتي المثال التاني مجموعة من القوة مقدرها عشرين واثناشر وستة جزر تلاتة واربعة جزر تلاتة وعشرة سوق لكيلو جرام يبقى دول خمس قوة كل قوة ليها قيمة او ليها مقدار بتؤثر في نقطة مادية فاذا كانت القوة الاولى في اتجاه الشرق والتانية تصنع تلاتين درجة مع الاولى والتالتة تبعد عن التانية تسعين درجة والربعة تبعد عن التالتة مية وعشرين درجة والخمسة تبعد عن الرابعة تلاتين درجة اوجد المحصلة مقدارا واتجاه بداية اول ما هبدأ الحل طبعا هرسم المحورين الاساسيين عندي المحور الرأسي والمحور الافقي وابتدي اكتب الاتجاهات عندي الشرق والغرب والشمال والجنوب وابتدي امثل القوة الاولى احدد مكانها في اتجاه الشرق بقدرها عشرين سقل كيلو جرام طيب باجي بعد كده القوة التانية بتميل بزاوية تلاتين على اتجاه الشرق او على القوة الاولى مقدارها اتناشر سقل كيلو جرام القوة التالتة بتميل على القوة التانية بزاوية تسعين بمعنى كده ان هيبقى فيه ما بين القوة التالتة واتجاه الغرب زاوية ستين درجة مقدار القوة دي ستة جزر تلاتة سقل كيلو جرام عندي بعد كده القوة الرابعة بتميل بزاوية ستين على اتجاه الغرب او بزاوية مية وعشرين على القوة التالتة يعني نسبة القوة الرابعة الى القوة التالتة ما بينهم زاوية مية وعشرين دي القوة الرابعة مقدارها اربع جزر تلاتة جاتة ستين القوة الخامسة بتعمل في اتجاه الجنوب ومقدارها عشرة سقل كيلو جرام كده انا حددت اتجاهات القوة الخامسة على المحاور الاساسية ما بين الاتجاهات الاصلية اللي موجودة عندي خيب بعد كده بابتدي ارسم محورين تاني وابتدي اعمل عملية تحليل للقوة اللي موجودة عندي انا عندي القوة الميلة لازم اعمل لها عملية تحليل ما بين الاتجاهين متعمدين ما بين الاتجاهين متعمدين طيب انا عندي القوة الاولى اللي هي عشين سقل كيلو جرام بتقع على اتجاه اصلي فدي ما بيحصل لهاش او ما بعمل لهاش عملية تحليل عندي بتبقى في نفس الاتجاه الاصلي اللي هو اتجاه الشر طيب القوة التانية كانت ميلة عندي بزاوية ميل زاوية تلاتين على القوة الاولى هتبتدي هنا لما حلل القوة الميلة هياخد اتجاه الافقي هياخد اتناشر مقدار القوة مضروبة في جتة الزاوية تلاتين اللي هي الزاوية المحصورة ما بين القوة الاولى والقوة التانية طيب انا حللت القوة هنا في اتجاه افقي احلل القوة في اتجاه رأسي بحيث ان الاتجاهين يكونوا متعمدين يعني ما بينهم زاوية تسعين زي ما احنا شايفين المحاور طبعا هيديني هنا بالنسبة لتحليل القوة التانية في اتجاه الاتجاه الرأسي اتناشر جا تلاتين نيجي بعد كده القوة التالتة اللي كانت ميلة على القوة التانية بزاوية تسعين وكانت بتميلة على الغرب بزاوية ستين هبصة لقيه ان لما حلل القوة دية هياخد الاتجاه الرأسي ستة جزر تلاتة جاة ستين والاتجاه الافقي هياخد ستة جزر تلاتة جاة ستين احنا شرحنا المرة الاولانية لما شرحنا المحصلة شرحنا ازاي نعمل عملية تحليل للقوة الميلة وقلنا ان القوة الميلة بتتحلل في اتجاهين متعمدين الاتجاه اللي فيه زاوية بياخد الجاة والاتجاه التاني بياخد الجاة فعندي هنا القوة اللي كانت موجودة القوة التالتة كان بتميل على اتجاه الغرب بزاوية ستين وبالتالي هنا هيبقى مقدارها اللي هو ستة جزر تلاتة جاة ستين وفي الاتجاه الرأسي هيبقى ستة جزر تلاتة جا ستين نيجي نشوف القوة الرابعة اللي كانت ميلة بزاوية مية وعشرين على القوة التالتة هنا هبصة لقي ميلها على اتجاه الغرب بزاوية ستين هيبقى هنا الاتجاه اللي فيه زاوية اللي هو اتجاه الغرب هياخد اللي هو الاتجاه الافقي اربعة جزر تلاتة جا ستين والاتجاه التاني هياخد اربعة جزر تلاتة جا ستين طيب عندي كده كمان القوة الخمسة اللي بتأثر في اتجاه الجنوب اللي مقدرها عشرة سوق لكيلو جرام طيب انا كده قدرت احدد اتجاهات القوة الخمسة اللي موجودة عندي من خلال ان انا رسمت المحورين الاساسيين ورسمت الاتجاهات الاصلية ورسمت الكل قوة في اتجاهها بعد كده ببتدي زي ما انا رسمت كده المحورين التانين ان انا احلل القوة الميلة القوة الميلة بتتحلل في اتجاه المتعمدين القوة اللي بتقع على احد الاتجاهات الاصلية بتبقى موجودة بنفس قيمتها في نفس الاتجاه طيب انا كده رسمت وحددت اتجاهات القوة طيب انا عندي هنا محورين محور افقي ومحور رأسي المحور الافقي الجزء اليمين عندي بيبقى سين الجزء الشمال بيبقى عندي سين شرطة يعني الجزء اليمين بالموجب الجزء الشمال بالسالب طيب لما اجي اشتغل هنا بالنسبة لمحصلة عدة قوة بحول القوة الخمسة اللي موجودة عندي بعد ما احللها بالشكل ده بحولها لقوتين قوة افقية وقوة رأسية واللي اتنين ما بينهم زاوية تسعين يعني بشتغل على قانون الحالة الخاصة اللي هو بيقول لي ان القوتين متعامدتين بحولت مجموعة القوة دي من قوة مجموعة قوة ما بينها زاوية مختلفة الى قوتين بس القوتين متعامدتين على بعض طيب اشوف كده الكلام ده هننفزه ازاي هبتدي اقول ان انا عندي اللي اتجاه سين اللي هو الخط الافقي اللي موجود عندي قلت ان انا عندي اليمين سين والشمال سين شرطة يعني بالسالب اليمين بالموجب والشمال بالسالب كان عندي القوة الاولينية عشرين القوة التانية لما حللتها في الاتجاه الافقي خدت اتناشر جاتها تلاتين لما جيت بعد كده حللت القوة باقت عندي في الاتجاه الرأسي ستة جزر ثلاثة جاتها او في الاتجاه الاتجاه المعاكس اللي هو السين السين شرطة او السين السالبة عندي في قوتين في السالب في الاتجاه الافقي ستة جزر ثلاثة جاتها ستين و 4 جزر 3 جتة 60 يبقى عندي قوتين في الاتجاه المجب و قوتين في الاتجاه السالم طيب ابتدى اقول بعد كده هشيل الجتة وحط قيمتها يبقى اقول ال 20 هتنزل زي ما هي ال 12 جتة 30 هحط 12 واضربها في جتة 30 زي ما احنا عارفين وخدنا قبل كده ان الجتة 30 بتسوى جزر 3 على 2 يبقى 12 في جزر 3 على 2 ناقص 6 جزر تلاتة في جتة ستين بنص الجتة ستين بنص ناقص اربعة جزر تلاتة في جتة ستين برضو بنص ابتدي اعوض بالقيم اللي موجودة عندي هنا هيبقى عندي هنا السين بتساوي لما اقول العشرين هتنزل دقا رقم الاتنشر في جزر تلاتة على اتنين لما حسبها هتديني عشرة واربعة من ايه من عشرة الستة جزر تلاتة في نص بتلاتة جزر تلاتة يعني خمسة واتنين من عشرة طبعا بالسالب عندي اللي اربعة جزر تلاتة في نص هتديني تلاتة ونص بالسالب ابتدأ اقول ان السين عندي لما جمع عشرين وعشرة واربعة من عشرة بالموجب هيبقى تلاتين واربعة من عشرة واطرح منهم تمانية وسبعة من عشرة اللي هم بالسالب هيديني واحد وعشرين وتمانية من عشرة سوق لكيلو جرام يبقى كده حددت الاولاني بالنسبة او القوة الاولانية في الاتجاهين المتعمدين اللي احنا حولنا ليهم مجموعة القوة المستوية المتلقية في نقطة قلنا ان احنا بنحولهم في الاخر لقوتين بس قوة سين في اتجاه الافقي وقوة ساد في الاتجاه الرأسي انا جبت السين بواحد وعشرين وتمانية من عشرة ابتدأ جيب الصاد اللي هو الاتجاه العمودي طيب بالنسبة للصاد عندي 6 جزر 3 جا 30 بالموجب كانت فوق و12 جا 30 بالموجب وعندي سالب 4 جزر 3 جا 30 وعندي السالب 10 القوة اللي كانت في اتجاه الجنوب بقى عندي قوتين بالموجب وقوتين بالسالب ابتدي عوض عن الجا والجتا هيبقى 6 جزر 3 جا 60 بجزر 3 على 2 زائد 12 جا 30 يعني 12 في نص ناقص 4 جزر 3 جا 60 بجزر 3 على 2 ناقص العشرة ده رقم صحيح لانه في اتجاه اصلي فبالتالي ما فيش تحليل ليه هيبقى عندي هنا الصاد بتساوي 9 زائد 6 ناقص 6 ناقص 10 يعني 9 و6 15 ناقص 16 يعني الصاد هتديني سالب 1 بقى عندي قوتين سين بواحد وعشرين وتمانية وعندي صاد بسالب واحد ابتدي اعوض بالقانون اللي انا قلت عليه اللي هو قوتين متعامدتين لما عوض بالقانون ده يبقى المحصلة بتساوي جزر تربيعي سين تربيعي زائد صاد تربية اشيل السين تربيعي وحط قيمتها واحد وعشرين وتمانية من عشرة واشيل الصاد وحط قيمتها سالب واحد لما ابتدي اوجد الكلام ده يبقى المحصلة عندي هنا هتساوي واحد وعشرين وتمانية زائد واحد بعد ما ربع بتشيل الجزر ابتدي ايه واحد وعشرين وتمانية زائد واحد يبقى اتنين وعشرين وتمانية من عشرة نيوتن دي كانت محصلة الخمس قوة اللي موجودة عندي المؤسرة في النقطة اللي انا قلت عليها يبقى انا عندي خمس قوة قدرت ان انا احلل القوة الميلة وابتدي اوجد او احول القوة دي لقوتين اساسيتين قوة في الاتجاه الافقي في اتجاه السين وقوة في الاتجاه الرأسي في اتجاه الصاد وابتدي استخدم قانون محصلة قوتين متعامدتين اقدر اوصل للمحصلة من خلال الطريقة دي نشوف بعد كده المثال اللي بعده او نشوف الجزئية التانية اللي هو ظل الزاوية او زاوية ميل المحصلة على القوة الاولى لما اجي اقول زاوية المحصلة اللي هي ظاهي بتسوي صادع على سين الصادع عندي بسالب اتنين والسين عندي بواحد وعشرين وتمانية يبقى ظاهي بتساوي سالب اتنين درجة دي زاوية ميل المحصلة على القوة الاولى نشوف المثال اللي بعد كده مثال تاني عشان نقدر نأكد على محصلة عدة قوة جبريا مجموعة من القوة مقدرة عشرة واربعة جزر تلاتة وستة جزر اتنين واتناشر وتمانية سوق لكيلو جرام مطلقية في نقطة فاذا كانت القوة الاولى في اتجاه الشرق والتانية ستين شمال الشرق والتالتة في اتجاه الشمال الغربي والربعة في اتجاه تلاتين غرب الجنوب والخمسة في اتجاه الجنوب اوجد المحصلة مقدارا واتجاه اول حاجة طبعا هعملها ان انا ابتدي ارسم المحاور الرأسي والافقي وابتدي حدد الاتجاهات عشان ابتدي ارسم القوة اللي موجودة عندي القوة الاولى في اتجاه الشرق مقدارا عشرة سوق لكيلو جرام القوة التانية بتميل بزاوية ستين مقدارها اربعة جزر تلاتة سوق لكيلو جرام القوة التالتة بتميل بزاوية خمسة واربعين على اتجاه الغرب هنا لما يقول لي اتجاه شمال شرق او شمال غرب او جنوب شرق او جنوب غرب ده معنى ان القوة بتقسم لي الزاوية ما بين الاتجاهين بمعنى ان الشرق والغرب او ان الشمال والغرب ما بينهم زاوية تسعين يبقى معنى كده ان القوة دي هتقسم لي زاوية تسعين يعني هتميل بزاوية خمسة واربعين على كل من الاتجاهين اللي موجودة ما بينهم القوة يبقى عندي هنا القوة ستة جزر اتنين سوك لكيلو جرام بتنبيل بزاوة خمسة واربعين على الغرب القوة اللي بعد كده مقدرها اتناشر سوك لكيلو جرام بتنبيل بزاوة ستين على الغرب القوة الاخيرة اللي هي في اتجاه الجنوب مقدرها تمانية سوك لكيلو جرام ابتدي بعد كده احلل القوة ارسم المحورين الرأسي والافقي محور السنات ومحور الصادات وابتدي ارسم القوة عند القوة الاولى في اتجاه الشرق عشر سوك لكيلو جرام هتنزل زي ما هي مش يحصل لها تحليل القوة التانية كانت ميلة بزاوية هتبتدي تتحلل في الاتجاه الافقي هياخد اربعة جزر تلاتة جاتة ستين الاتجاه الرأسي هياخد اربعة جزر تلاتة جاتة ستين القوة اللي بعد كده هتاخد الاتجاه اللي هي ستة جزر اتنين. آآ وبتميل بزاوية خمسة واربعين. الاتجاه الرأسي هياخد ستة جازر اتنين جاة خمسة واربعين. والاتجاه الافقي هياخد ستة جازر اتنين جاة خمسة واربعين. عند القوة التانية اللي بعد كده القوة التالتة اللي بتميل بزاوية او القوة الرابع اللي بتميل بزاوية ستين على تجاه الغرب. الاتجاه الافقي هياخد اتناشر جاة ستين. والاتجاه الرأسي هياخد اتناشر جاة ستين عند القوة الخامسة والاخيرة اللي هي مقدرها عشر سوق لكيلو جرام في اتجاه الجنوب بتدي بعد كده بعد ما حددت القوة واتجاهاتها ابتدي احدد السين والصاد السين عندي هنا عشرة واربعة جزر تلاتة جاة ستين دول في اتجاه المجب وعندي سالب ستة جزر اتنين جاة خمسة واربعين واثناشر جاة ستين في اتجاه السالب ابتدي عوض عن الجاو الجاة يبقى عندي عشر زيد اربعة جزر تلاتة الجاة ستين بنص ناقص ستة جزر اتنين في واحد على جزر اتنين ناقص اتناشر في نص هيبقى عندي هنا العشرة هتنزل الاربعة جزر تلاتة في نص هتبقى تلاتة ونص عندي هنا ستة في آآ جزر اتنين على واحد على جزر اتنين طبعا هنا في جزر اتنين ستة جزر اتنين دي لما اطير الجزر اتنين مع جزر اتنين هتفضل ستة عندي هنا اتناشر في نص هيبقى بسالب ستة يبقى عندي عشرة بالموجب وتلاتة ونص يبقى تلاتتاشر نص ناقص ستة وستة باتناشر يعني هيديني واحد ونص سوق لكيلو جرام ده المحور او الاتجاه بنسبة للسين نبدأ نشوف بعد كده الاتجاه بالنسبة للصاد ستة جزر اتنين جا خمسة اربعين زائد اربعة جزر تلاتة جا تلاتين ناقص اتناشر جا ستين ناقص تمانية التمانية دي القوة اللي بتعمل في اتجاه الجنوب طيب عندي بعد كده ابتدأ عوض ستة جزر اتنين في الجا خمسة اربعين دي واحد على جزر اتنين الجا ستين بجزر تلاتة على اتنين الجا ستين بجزر تلاتة على اتنين يبقى ستة في جازر تلاتة اه ستة جازر اتنين في واحد على جازر اتنين زائد اربعة جازر تلاتة في جازر تلاتة على اتنين ناقص اتناشر في جازر تلاتة على اتنين ناقص ايه اه مفروض تمانية هيبقى عندي الصاد بيتساوي ستة وستة بالموجب ناقص عشرة واربعة ناقص تمانية بالايه بالسالب والصاد بتساوي ستة واربعة من عشرة بالسالب يعني سالب ستة واربعة من عشرة سوق لكيلو جرام فانا جبت السين وجبت الصاد ابتدي بعد كده اعود بالقانون بتاع محصلة قوتين متعمدتين اللي هو حه بتساوي الجاز التربيع يسين تربيع زائد صاد تربيع يبقى المحصلة بتساوي هنا واحد ونص تربيع زائد ستة واربعة من عشرة بالسالب تربيع يبقى عندي هنا الحه بتساوي مجموع الاتنين هيبقى تلاتة واربعين واتنين من عشرة يبقى عندي هنا الحه بتساوي ستة وسبعة وخمسين من مية بعد ما جبت الجازر بالنسبة ليه التلاتة واربعين واتنين من عشرة يعني ستة وسبعة وخمسين من مية سوكلي تيلو جرام زاهي او ظل الزاوية بيساوي صاد على سين الصاد عندي بسالب ستة واربعة من عشرة والسين بيه واحد ونص يبقى عندي هنا ظل الزاوية هيديني ستة وسبعين ونص درجة طيب احنا كده خلصنا الجزئية بتاعت محصلة عدة قوة مستوى مطلقية في نقطة هنبتدى نتكلم عن العزوم العزوم عندي العزم عبارة عن قوة مضروبة في زراع القوة يعني قوة في زراعها نشوف كده تعريف عزم القوة حول نقطة يبقى في عندي عزم حوالين نقطة معينة تعريفه بيكون ايه هو مقدار هو مقدرة القوة على احداث دوران للجسم حول نقطة يعني بمعنى ان انا عندي جسم الجسم ده اقدر عمله دوران حوالين محوره او حوالين نقطة في الجسم نفسه ده بقول عليه تعريف العزم عندي بعد كده بيتوقف مقدار العزم على عاملين همين هما مقدار القوة دي النقطة الاولانية او العامل الاولاني العامل التاني اللي هو بعد خط عمل القوة عن محور الدوران يبقى عندي مقدار القوة وبعد خط عمل القوة عن محور الدوران اللي بيدور حواليه الجسم طيب عندي بعد كده تقدير العزم اقدر العزم ازاي العزم يقدر بحاصل ضرب القوة اللي هي قاف في زراع القوة اللي هو لام يبقى حاصل ضرب القوة في زراعها بيديني قيمة العزم يبقى عند العزم بيساوي قاف في لام شوف بعد كده وحدات العزم الوحدات اللي بيقاص بيها العزوم او العزم هي وحدة قوة في وحدة مسافة يعني وحداته نيوتن متر او كيلو جرام متر او جرام سنتي اي ان كان الوحدات بالنسبة وحدة قوة ووحدة مسافة طيب اشارة العزم النقطة الاولانية يكون العزم مجابا اذا كانت دوران في اتجاه عقارب الساعة يعني لو عندي دوران بيلف في اتجاه عقارب الساعة يبقى بالمجاب اذا كان الدوران في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة بيبقى بالسالب يبقى اشارة العزم اقدر اقول ان اشارة العزم مجابة لما يكون اتجاه الدوران في اتجاه عقارب الساعة يكون العزم سالب لما يكون الدوران في اتجاهها عكس اتجاهها عقارب السعب شوف بعد كده ملاحظات اذا وقعت النقطة ميم على خط عمل القوة فان زراع القوة بيساوي صفر والعزم بيساوي صفر احنا قلنا العزم بيساوي القوة في زراع او القوة في زراعها لما يبقى عندي احد الاثنين بصفر يبقى معنى كده ان العزم نفسه بصفر يبقى هنا لما بيقع اذا وقعت النقطة ميم على خط عمل القوة فان زراع القوة بيساوي صفر وبالتالي العزم بيساوي صفر النقطة التانية اذا كان العزم بيساوي صفر فاما ان يكون مقدار القوة بصفر او ان النقطة تقع على خط عمل القوة دي طريقة عكسية او حاجة عكسية للنقطة اللي قبلها يبقى العزم يبقى بصفر امتى إذا كان مقدار القوة صفر أو إذا كانت النقطة تقع على خط عمل القوة النقطة اللي بعد كده إذا كانت ألف نقطة تأثير القوة وميم مركز العزم فإن ميم ألف إما أن يكون عموديا على القوة أو يكون مائلا عليها يبقى في الحالتين إذا كان ميم ألف عموديا أو إذا كان مائلا في الحالة الأولينية إذا كان ميم ألف عمودي على القوة أنا برسم كده الشكل اللي بيوضح لي ميم ألف وبيوضح لي مكان القوة فين وبيوضح لي إن فيه خط عمودي ما بين ألف ميم وما بين ألف قاف اللي هو اتجاه القوة اللي موجودة عندي يبقى في الحالة دي إن العزم بيساوي قاف في ميم ألف العزم بيساوي القوة في بعض نقطة قاف عن نقطة ميم اللي هي مركز العزم. النقطة اللي بعد كده ازا كان ميم الف مائلا على قاف بزاوية هي فاما ان نسقط من ميم دال عمودي على قاف زي ما احنا هنشوف انا عندي قوة مائلة قاف بابتدي او القوة دي مائلة بزاوية هي ابتدي ارسم اتجاهين متعمدين اللي هو ميم الف وابتدي احدد الميم من الميم ارسم عمودي على اتجاه القوة وابتدي اقول في الحالة دي العمودي اللي هو ميم دال يعتبر اه مقداره بيساوي ميم الف جاهه يعني المسافة ما بين ميم ودال احسبها ازاي اقول ان هي بتساوي ميم الف في جاه الزاوية اللي هي جاهه يبقى هنا العزم بيساوي القوة مضروبة في ميم الف جتهي اللي هو المسافة التانية اللي موجودة عندي لان احنا قلنا ان انا عندي اتجاهين متعمدين يبقى انا اقول ان العزم بيساوي القوة مضروبة في ميم الف اللي هو المسافة دي جته الزاوية اللي هي زاوية هي اللي بيميل بيها القوة على الخط الف ميم شوف بعد كده النقطة التانية لو انا عندي القوة وعندي زاوية الميل هي وعندي ميم الف ابتدي ارسم خط عمودي بحيث ان القوة هنا بتقع ما بين اتجاهين متعمدين الاتجاه الاولاني اللي هو بقول عليه المركبة الافقية اللي هي قاف جاة هي هتاخد قاف جاة هي والاتجاه العمودي هياخد قاف جاة هي يبقى بحلل القوة اللي هي قاف في اتجاهين متعمدين الاتجاه العمودي اللي هو ما فيهش الزاوية هياخد قاف جاة هي الاتجاه اللي فيه الزاوية هياخد قاف جاة هي يبقى المركبة الافقية قاف جاة هي والمركبة الرئيسية قاف جاة هي ده بالنسبة لتحليل القوة في اتجاهين متعمدين طيب نشوف بقى امثلة على العزوم عشان نقدر نربط الكلام اللي احنا قلناه بكيفية ايجادة العزوم يقول لي مثال عين مقدار خط عمل محصلة القوى المتوازية المبينة قف واحد وقف اتنين وقف تلاتة وقف اربعة وقف خمسة علما بان مقادرها يعني قف واحد خمسة قف اتنين تمانية قف تلاتة عشرة قف اربعة عشرة قف خمسة خمستاشر نيوتن على الترتيب ابتدي ارسم الخط الاولاني اللي هو بيقع عليه مجموعة القوى وابتدي ارسم القوى الاولى واو مقدارها خمسة عشر سوك لكيلو جرام القوى دي ما بينها وما بين القوى اللي بتليها اللي هي دال عند نقطة دال ما بينهم عشرين سانتي مقدار القوى قف اتنين عشرة سوك لكيلو جرام نقطة اللي بعد كده نقطة جيم مسافتها او بعدها اللي هي عندها قوة قف تلاتة مقدارها عشرة سوك لكيلو جرام بتبعد عن نقطة دال بمسافة خمسة وعشرين سانتي عندي بعد كده قوى الرابعة بتقع عند نقطة ب مقدارها تمانية سوك لكيلو جرام بتبعد عن نقطة جيم مقدار عشرين سنتي عند بعد كده نقطة الف عندها القوة الخمسة مقدارها خمسة آآ سوك لكيلو جرام بتبعد عن نقطة به مقدار تلاتين سنتي طيب لما اجي اخد هنا احدد انا عايز اوجد المحصلة بتاعة القوة دي آآ او عزوم القوة عند نقطة الف او نقطة به او جيم او دال او او انا بحدد النقطة اللي انا هحدد عندها او هوجد حواليها العزوم بتاعة الخمس قوة اول حاجة بعملها ان انا بوجد محصلة القوة الخمسة القوة الخمسة بتعمل في اتجاه واحد يعني هي كلها بنفس الاشارة يعني بجمع القوة الخمسة كلهم مع بعض يعني هجمع الخمسة والتمانية والعشرة والعشرة والخمستاشر عشان اوجد محصلة القوة الاول يبقى حاها بتساوي مجموع القوة خمستاشر وعشرة وعشرة وتمانية وخمسة مجموعهم تمانية واربعين سوق لكيلو جرام. ابتدي بعد كده اخد العزوم حوالي النقطة الف. معنى ان انا اخد العزوم حوالي النقطة الف. ان انا هضرب كل قوة في بعدها عن نقطة الف. يعني بقول مجعين الف. هشوف كده. انا عندي الخمسة اللي هي القوة اللي ابتقع عنده نقطة الف. ملهاش مسافة مسافاتها بصفر. يبقى معنا كده ان انا هقول خمسة في صفر. عندي بعد كده طبعا عشان اتجاهات القوة هتعمل في اتجاه عكس اتجاه قريب السعب فكلها هتبقى بالسالب زي ما احنا شايفين طيب عندي سالب 8 اللي هي القوة الرابعة او القوة التانية من اليمين بتبعد عن نقطة 1000 مقدار 30 سانتي يبقى اقول سالب 38 القوة التالية اللي بعدها التالتة سالب 10 في 50 القوة الرابعة سالب 10 بعدها عن نقطة 1000 ب75 النقطة الاخيرة اللي هي سالب 15 القوة الاخيرة بتبعد عن نقطة الف مقدار 95 كل ده هساويه في الطرف التاني بمحصلة القوة اللي هي 48 مضروبة في سين اللي هو بعد المحصلة عن نقطة الف لان انا عايز اوجد بعد المحصلة عن نقطة الف هنشوف كده يبقى مجعين الف بتساوي طبعا خمسة في صفر بصفر بعد كده سالب 240 سالب 500 سالب 750 سالب 1425 كل ده بيساوي 48 في سين يبقى لمجمع الارقام ده كلها هتديني سالب 2915 بيساوي 48 سين بعدها كده ان السين هتساوي سالب 2915 على 48 يعني السين هتساوي 60 و73 من مية بالسالب يعني من معنى كده ان المحصلة بتاعت او العزوم بتاعت القوة دي بتبعد عن نقطة الف مقدار 60 سنتي و73 من مية وبتكون بالسالب لان اتجاهها بيكون اتجاه السهم بتاعها بيكون لأسفل يعني في اتجاه عكس اتجاه عقارب السهم ده المسال الاولاني بالنسبة للعزوم بقول بعد خط عمل المحصلة عن مقطة الف بيساوي 60 و73 من مية سنتي نشوف مثال بعد كده مثال اتنين الف به جيم ده المربع طول دلع وخمسة سنتي اثرت فيه القوة 3 و2 و5 و8 و2 جزر 2 سوق لكيل جرام فيه الف به وبه جيم وجيم دال والف دال وبه دال على الترتيب اوجد المجموع الجابري لعزوم القوة اولا حول مركز المربع يبقى انا هوجد العزوم حوالين مركز المربع نفسه وثانيا حوالين نقطة الف شوف كده الحل النسبة لي مثال ده اول حاجة بعملها طبعا انا هرسم الشكل عندي يعني عندي شكل مربع الف به جيم دال وعندي المركز ميم بوصل القطر اللي هو به دال قال لي ان عندي الضلع الف به عليه قوة بتؤثر في الاتجاه من الف لبه مقدرها تلاتة سوق لجرام وعندي قوة تانية اللي هي القوة التانية مقدرها اتنين سوق لجرام بتؤثر من به لجيم في اتجاه من به لجيم عندي قوة التالتة مقدرها خمسة سوق لجرام بتؤثر في المتجاه من جيم لدال يعني افتجاه من جيم لدال على الضلع الجيم دال عندي قوة مقدرها تمانية سوق لجرام بتؤثر في اتجاه الف دال يعني جاية من بيه وراح مجاية من الف وراحة لدال عندي المحور او القطر عندي عليه قوة مقدرها اتنين جزر اتنين سوق لجرام بتؤثر من نقطة من نقطة دال لنقطة بيه مرورا بمركز المربع تمام ابتدي بعد كده انا عايز اوجد العزوم حوالين نقطة الف وحوالين المركز نشوف كده لما اجا اقول بياخذ العزوم حوالين نقطة الف تحليل القوة المائلة الى مركبتين انا عندي القوة اللي بتقع في القطر اللي هي اتنين جزر اتنين بتميل بزاوية خمسة واربعين على الضلع او على الضلعين اللي هو الف دال ودال جيم فابتدي حللها في الاتجاهين عشان اقدر اقول ان القوة دي بتأثر في اتجاهين متعمدين يبقى المركبة الافقية هتاخد اتنين جزر اتنين في واحد على جزر اتنين يعني اتنين سوكل جرام المركبة الرأسية هتبقى اتنين جزر اتنين جاتة خمسة واربعين يعني هتبقى اتنين جزر اتنين في واحد على جزر اتنين يعني اتنين سوكل جرام ابتدي اقول ان الشكل بعد ما حللت القوة الميلة اللي في القطر هيبقى بالشكل ده هيبقى عند المربع قلب به جيم دال عليه القوة اللي موجودة على الضلع قلب به تلاتة سوكل جرام القوة اللي موجودة على الضلع به جيم اتنين سوكل جرام القوة اللي موجودة على الضلع جيم دال خمسة سوكل جرام القوة اللي موجودة على الضلع ألف دال 8 سوكل جرام زاد عندي قوةين اللي انا حللتهم اللي هما القوة الميلة اتحللت في اتجاه من جيم لدال بمقدار 2 سوكل جرام وتحللت في الاتجاه من دال لجيم ومن دال لألف بمقدار 2 سوكل جرام هنا لما اجي اوجد العزوم حوالين نقطة ألف القوة اللي خارجة من نقطة ألف بتعتبر بصفر لان هي قوة وملهاش زراع يعني معنا كده ان الزراع بتعب صفر يعني عندي التمانية دي بصفر عندي اللي اتنين بصفر عندي التلاتة بصفر هتفضل عندي اتنين سوكل جرام وخمسة سوكل جرام واثنين سوكل جرام التلات قوة دول هما دول اللي انا هاخد فيهم العزوم بالنسبة لي او هاخد العزوم حوالين نقطة ألف بالنسبة لي التلات قوة دول وكل قوة مضروبة في بعدها عن نقطة ألف بمعنى ان انا عندي اتنين سوكل جرام دي بتلف في اتجاه عكس اتجاه قريب الساعة يبقى سلب اتنين في مسافتها او بعدها عن نقطة الف اللي هو مقدار طول ضلع المربع اللي هو الخمسة سنتي يبقى اقول سلب اتنين في خمسة عندي اللي اتنين دي بتلف في اتجاه عقريب الساعة هيبقى اتنين في خمسة اللي هي مسافة الضلع من الف لدال وعندي خمسة مضروبة برضو في مسافة الضلع من ألف لدل اللي هو زراع القوة اللي هو خمسة يبقى عندي سلب 2 في 5 وعندي سالب 5 في 5 نشوف كده العزوم حوالي نقطة ألف يبقى مجعين ألف يعني مجموع العزوم عند ألف هيبقى 2 في 5 سلب 5 في 5 هيبقى عندي مجموع العزوم حوالي نقطة ألف بيساوي سالب 25 وعشرين سوكل جرام. لان خدت العزوم حوالين نقطة الف هتنتج عندي او هيديني العزوم عندي نقطة الف بسالب خمسة وعشرين سوكل جرام. نشوف العزوم حوالين نقطة المركز اللي هي نقطة ميم. لما اقضي العزوم حوالين نقطة ميم انا عندي مجموعة القوى اللي موجودة كلها موجودة عندي بتؤسر او شغالة عندي ليها قيم. لمعنى ايه? ان انا عندي تمانية لما اجا اقول ان المربع مركز المربع بيبعد عن اي ضلع من اضلاع المربع الاربعة بمسافة نص في طول الضلع بمعنى ان المركز بيبعد عن الضلع قلب به مسافة نص الخامسة يعني اتنين ونص بيبعد الضلع به جيم عن المركز بمسافة اتنين ونص بكل ضلع بيبعد عن المركز بتاع المربع اللي هو نقطة مين بمسافة اتنين ونص بكل القوة اللي موجودة عندي هضربها في اتنين ونص طيب انا عندي اربع قوة لان انا في الحالة دي القوة اللي بتأثر في القطر هتبقى بصفر ليه العزم بتاعها هتبقى بصفر لانها بتؤثر في نقطة ميم وبالتالي ملهاش زراع فبالتالي هتبقى بصفر انا عندي اربع قوة موجودة لكن القوة اتنين جازر اتنين اللي كانت فيه اتجاه القطر بتعتبر العزم بتاعها بصفر يبقى عندي تمانية في اتنين ونص ناقص خمسة في اتنين ونص ناقص اتنين في اتنين ونص ناقص تلاتة في اتنين ونص مجموعهم بيساوي سالب عشرة سقل جرام لان انا عندي فيه بالموجب وفيه بالسالب طيب مجموع العزوم عندي هنا عشرة سقل جرام نشوف بعد كده مثال تاني ألف به جيم دال مستطيل أبعاده أربعة سنتي في تمانية سنتي أسرت في القوة خمسة وتمانية واربعة وستة سوك لكيلو جرام في ألف به وبه جيم ودال ألف وجيم دال ودال ألف على الترتيب